قناعة الأكيدة هي أن تقدم العراق ووقوفه بوجه التدخلات الخارجية يتضلب تنسيقاً واهتماماً من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لقد أثار انسحاب القوات الأمريكية من العراق الكثير من الجدل في العراق وهنا في الولايات المتحدة نحن في إقليم كردستان كان رأينا أن يبقى علد من القوات فترة أطول لكن آخرين من شركائنا العراقيين ومن القيالات السياسية رأوا خلاف ذلك وكان النقاش حامياً لفترة حتى أنه طغى على غيره من الاهتمامات والآن وقد حسم القرار وفقاً للاتفاقية الأمنية الموقعة بيننا عام 2008 فإن علينا أن نتعامل مع الوضع الجديد مؤكدين على أن ذلك يجب أن لا يكون نهاية علاقة أمريكا بالعراق بل بداية لعهد جديد من العلاقة